يزيد أي إنسان عاقل ويتبع المنطق يعني ما يتقبلش تصرفات يوسف بليلي ضد حكم المباراة سواء كان رجل أو إمرأة حكم حكم لابس بدلة حكم حكم يعني هو حكم يعني العكس كنشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي ربما لقات سخب أكتر هذه القضية لأن الحكمة هي إمرأة تعاطف لكن قوانين كورة القادم يبقى حكم سواء رجل أو إمرأة نظن أن الصحافة العالمية خاصة الفرنسية تكلمت على هذه القضية ليس بشيء جديد يعني الصحافة الفرنسية نعرفوها أنها تتبع يوسف بليلي منذ القضايا تتاعه سيتون ستار سيتون ستار وتحبول أن قرأه لا مجمو لو كان مجاش على البطولة الفرنسية يعني يوداء فضائح فيها صح في فرق براست والنادي الكورسيكي أجاكسيو أجاكسيو وكان يعني ما تكونش هذا السخب يكون أقل حدة لكن نعرفو صحافة الفرنسية نعرفو بعض صحفيين الفرنسيين من أصول جزائرية اللي تم يكتبوا في في حتى في العالم العربي واللعب في قطر واللعب في سيانان في سيانان في بي بي سي يعني كبرى للمؤسسة الإعلامية العالمية تكلمت على هذه القضية يعني قلت لك بين قوسين السبب تعل السخب هذا لأنه الحكمة إمرأة ولأول مرة في تاريخ قدم جزائرية يعني تحكم إمرأة في المباراة كحكم رئيسي نظن أنه هي مادة يوسف سامحني باش نخليك تواصل هي مادة بنسبة الإعلام أول مثلا أول مباراة لإمرأة في الجزائر هكذا تعامل مع هالنجم كاتنونك هي مادة للإعلام لازم نتفهموا أنه مراهيش كما يتصوروا للبعد أنا مؤامرة وشيء بالطبع لا 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 هي مادة عادي هي مادة عادي قرية إعلاميات وترى للنقاش يعني وينشرها عادي جدا قلت لك أنه العقلية يوسف بليلي كما تكلم هو الآن رو في نهاية مشواره ما نظنش أنه هي تبدل يعني لازم نتعامله مع يوسف بليلي بأقل أضرار يعني نسنه منه أقل أضرار فقط خدمة كبيرة تسننا نادي موليدات جزائر من أجل السيطرة على يوسف بليلي لأنه لحق المرحلة الحسم في الموسم دور نسف نهائي كأس الجزائر بقوا سبع جوالات على نهاية البطولة التي هي هدف رئيسي للفريق نظن أنه هذه المرحلة النادي يحتاج إلى يوسف بليلي ويحتاج إلى رزانة يوسف بليلي يوسف بليلي لازم يكون إنسان مسؤول ويكون إنسان يعني قدوة لكل أنصار شفنا الأطفال في المدرجات في ملعب خمسة جولية الطفل هذاك يحب مولودية خلف الشاشة خلف الشاشة الطفل هذاك البارئ اللي يحب المولودية أبن عن جد عندما يشوف الكمورتومات عن يوسف بليلي هنا هي علامة استفاهم كبيرة لازم يكون أكثر مسؤولية يكون أكثر رزانة يعني يركز على الميدان فقط لأنه خلاص لحقنا للنهاية تعل حسم تعل الأهداف وإدارة المولودية كذلك لازم تضرب بيد من حديد كذلك تعمل كثير من الجانب نفسي ممكن تروح حتى للأمور الاندباطية يعني إحنا ما نعرفوش دوك كيف تعمل شفنا صورة تعتولاتي جمال بالعمري والقائد أيوب عبدالله والرئيس وكذلك يوسف بليلي في بيت أحد لاعبين أو بيت الرئيس شفنا صورة تعتهدئة وضد أشخاص يعتبرون أن البيت المولودية يعني فيه أزمة صحيح نطرح لكم